السلام عليكم ورحمة الله درسنا اليوم هو من الوحدة الأولى lesson 5 الدرس الخامس من كتاب النشاط طبعا صفحة 12 في هذا الدرس عندنا التمرين الأول يقول look at the picture look انظر at the picture إلى هذه الصور منطينا هنا مجموعة من الصور باوع عليها write the sentence اكتب الجمل عندنا هنا مجموعة من الصور 1, 2, 3, 3 صور وبأشر لي على شيء محدد بالصور مثلا هنا مأشر لي على ولد هنا مأشر لي على البالون هنا مأشرني على الرولر ومنطيني جمل هذه الجمل خربطة ومكتوبة بشكل خربط فيها شيء تقديم وتأخير احنا راح نتبهى بشكل صحيح فعدنا بالصورة الأولى أشر لي على هذا الولد هذا الولد طويل هذا الولد قصير long يعني طويل short يعني قصير أريد أقول هذا الولد أقصر من هذا الولد فأقول this boy this boy هذا الولد is نستخدمها مع المفرد ما هو المفرد؟ يعني شيء واحد أو شخص واحد شوفوا هذا شخص واحد نقول مفرد بس دولة اثنين صاروا جمع فنقول this boy this this يعني هذا تستخدم مع المفرد يعني مع الشخص الواحد للقريب شخص الواحد القريب this boy is shorter فأجي أكتبها هنا ترتيبها هاي صحيح this boy هذا الولد is يستخدم is مع المفرد لأن هذا شخص واحد shorter أقصر أقصر من هذا الشخص عندنا في الصورة الثانية عندنا صورة نفاخات اثنين بالان فمؤشر لي هذا البالان small صغير هذا البالان big فنقول this بالان هذا البالان is bigger هو أكبر أكبر من هذا البالان فنكتب this بالان أيضا نستخدم this أو نكتب is this لأن عندي بالان شيء واحد is مع المفرد bigger عندنا في الصورة الثالثة مؤشر لي على مصدرتين صاروا اثنين يعني صاروا جمع إذا شيء واحد مفرد شيء واحد مفرد إذا ثنين صيرون جمع مع المفرد ش نستخدم فعل نستخدم is is بس هنا آية راح أقول these these ما قلنا this these تستخدم مع الجمع are these rulers are longer هذه المساطر أطول من البقية أطول ننتقلوا إياكم إلى صفحة 13 13 عدنا بصفحة 13 listen أصغي and say قل let's count دعنا نحسب أو نعد and trace ونؤشر نطوخ منطيني هنا مجموعة من الأعداد من التين الحد hundred hundred ومنطيني اسم هذا العدد كتابه مثل ما تشوفون هنا راح أجي أنا أطوخ العدد عندي هذا ten twenty 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 thirty 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 forty 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 fifty فقط الطوخون الأحرف يعني مثلا أنها تطوخ نفس ما هو كاتب الكيام نعم سوي على شكل نقاط fifty fifty هذا ال-Y fifty sixty seventy seventy eighty eighty ninety ninety المية اسمها hundred 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 مية عدنا بالتمرين الآخر أيضا عدنا مجموعة من الأرقام كتابة ومجموعة هنا الأرقام منطيني رقما فأني راح أأشر مثلا عدنا 64 وين هنا 64 كتابة مثلا رقم واحد أكتب هنا فعندي الرقم الأول مكتوب كتابة هذا رقما راح أربط بيناتهم listen and say اصغي وقل these numbers هذه الأرقام let's match let's match انطابق بين الكتابة والأرقام فعندي thirty two thirty اش قد قلنا قبل شوي هياتها thirty ثلاثين و two ثنين صارت ثنين وثلاثين thirty ثلاثين two ثلاثين 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 وان عندي هنا 32 هذه 32 فأكتب رقم واحد هنا ثلاثين رقم واحد ثلاثين 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 عندي 64 64 قبل شوي أخذنا 60 هاي 60 60 4 4 64 64 64 64 هذه 64 فأكتب هنا ثلاثين لدينا الثالثة 47 47 47 40 هياتها يعني 40 40 40 40 7 7 يعني 47 47 47 هادي 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 47 47 47 فأكتب هنا 3 يعني هادي عندي 28 28 28 20 شقد قلناه قبل شوية يعني 20 هاياتها 20 28 28 28 28 هاياتها 28 28 28 فأكتب هنا رقم 4 4 هذا الاختيار عندي 85 85 80 يعني 80 80 80 5 يعني 85 85 وان هنا عندي 85 فأكتب 85 5 عندي آخر رقم هو 73 73 70 يعني 70 وانها 70 هياتها 70 73 3 3 صارت 73 هاي 73 That's all thank you so much